اهلا بكم من جديد والى النشرة الاقتصادية طلب الاردن دعما من المجتمع الدولي بقيمة 4 مليارات ونصف دولار لتنفيذ الخطة الوطنية لتمكين المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين في الاردن للأعوام من 2014 وحتى 2016 جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس لاطار الاستجابة الاردنية للأزمة السورية الذي عقد اليوم برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف وشارك فيه سفراء العرب والاجانب وممثلي وكالات التنمية ورؤساء منظمات الامم المتحدة وممثلين عن الوزارات والدوائر الحكومية وتضمنت الخطة الوطنية توزيع قيمة الدعم على المشاريع الذات الأولوية في ثمانية قطاعات وهي التعليم والصحة والطاقة والبلديات والمياه والحماية والإسكان والعمل وسبل العيش إضافة إلى وجود مشاريع مقترحة سيثم إضافتها للقطاعات البيئية والمواصلات والعدل أيضا وأبدى المشاركون في الاجتماع من استعدادهم التام لتوفير كل ما من شأنه دعم عمليات التنصيق لتنفيذ الخطة الوطنية مقدرين الآثار والأعباء التي ترتبت على الحكومة والمجتمع المحلي سلبا على الظروف المعيشية للمواطنين ثبت بعد التجربة أنه من الضروري أن نمزج ما بين المسارين مسار مساعدة للاجئين السوريين والأردنيين ضمن إطار واحد يحدد الأولويات يحدد المبادرات التنموية يحدد ما هي المشاريع التي يجب البدء فيها ويحدد أطر التنصيق بين المجتمع الدولي والحكومة الأردنية في اختيار هذه المبادرات في مجال التربية في مجال الصحة في مجال المياه والمجالات المتعددة فاليوم ما فعلنا أنه قمنا بدمج المسارين معا وقمنا بإيجاد هيكل جديد يقوم على التنصيق الكامل مع الحكومة الأردنية لكل من يريد أن يقدم مساعدة سواء حكومة لحكومة سواء من خلال المنظمات المتحدة أو من خلال المنظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية حتى نضمن الشفافية والتنصيق بين كافة هذه الجهور وإلى سوق عمان المالي حيث استقر المؤشر القياسي العام لأسعار الأسهم في بورصة عمان في نهاية تداولات اليوم عند مستوى 2134 نقطة على المستوى القطاع ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 44 في المئة ولقطاع الخدمات بنسبة 14 في المئة أما بالنسبة للقطاع المالي فقد انخفض بنسبة 3 في المئة في المئة في حين بلغ إجمال حجم التداول حوالي 7 ملايين ونصف دينار تم تحقيقها عبر تداول 8.4 ملايين سهم ومن خلال 409 عقود على المستوى مساهمة القطاعات في حجم التداول جاء القطاع المالي بالمرتبة الأولى بنسبة 57.5 في المئة القطاع الصناعي جاء في المرتبة الثانية بنسبة 21.4 في المئة وأخيرا قطاع الخدمات جاء في المرتبة الثالثة بنسبة 21 في المئة أيضا بلغ عدد الشركات التي تداولت أسهمها اليوم 127 شركة إذ أظهرت 49 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها و43 شركة انخفاضا وأخيرا 35 شركة أظهرت استقرارا في أسعار أسهمها بحثت لجنة الاقتصاد والاستثمارات النيابية في اجتماع لها اليوم برئاسة النائب خير أبو صعيليك مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص المعاد من مجلس الأعيان وناقشت اللجنة التعديلات التي أدخلها مجلس الأعيان على مشروع القانون المتعلقة بمدة عقود مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وضرورة عرض المشاريع على مجلس النواب قبل إقرارها وأيضا تم عقد اجتماع مشترك بين اللجنة المالية في مجلس الأعيان واللجنة الاقتصادية النيابية لمناقشة القضايا الخلافية وتوصل إلى اتفاق حولها قبل مناقشة القانون في مجلس النواب بحثت وزيرة النقل الدكتور لينا شبيب خلال لقائها اليوم وفدا سودانيا علاقات التعاون والتنصيق في مجالات النقل المختلفة وأضافت خلال لقائها الوفد السوداني الذي يزور المملكة للإطلاع على التجارب الأردنية في مختلف المجالات أن الأردن يضع كل إمكانيته وخبراته في مجالات النقل أمام السودانيين للاستفادة منها من جانبه قال رئيس الوفد السوداني مدير إدارة الكهرباء والإنارة وهيئة الطرق والجسور في الخرطوم المهندس إسماعيل محمد كوكو أن السودان يتطلع باهتمام إلى التعاون والاستفادة من الخبرات الأردنية في مختلف مجالات النقل وأشار إلى أن السودان يحتاج إلى الخبرات المتعلقة بخدمات البنية التحتية والتدريب والنقل السكاكي البحري والركاب أعلن بنك الاتحاد عن إطلاق جائزة بنك الاتحاد السنوية الأولى للشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2014 بهدف دعم هذه الشركات والاحتفاء بإنجازاتهم وتنقسم الجائزة إلى فئة أفضل شركة صغيرة أو متوسطة وتستهدف الشركات الناجحة التي مضى على عملها في السوق المحلي ثلاثة سنوات على الأقل وفئة سيدة الأعمال والتي تهدف إلى تكريم الرياديات ممن مضى على عمل شركاتهن في السوق المحلي ما لا يقل عن ثلاثة سنوات وأيضا فئة الشركة الواعدة التي تهدف إلى تكريم الشركات الناشئة التي مضى على عملها في السوق المحلي ما بين ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات وقال رئيس مجلس إدارة بنك الاتحاد عصام السلفيتي أن إطلاق البنك للجائزة السنوية الأولى للشركات الصغيرة والمتوسطة يأتي كدورها في خلق الوظائف وتحفيز الابتكار والمساهمة بفعالية في التنمية الاجتماعية وأيضا في دفع عجلة الاقتصاد الأردني